بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدريبات نص الاستماع الثورة المعلوماتية مشكلة تدفق المعرفة قد يأتيني سؤال يقول متى بدأ الكتاب ينزل من عليائه حسب رأي الكاتب الإجابة تكون عليه عندما طبع يوهان جوتنبرغ أول كتاب في القرن الخامس عشر الميلاد هذه هي إجابة السؤال إذن يا شباب قلنا متى بدأ الكتاب ينزل من عليائه حسب رأي الكاتب نقول في الإجابة عندما طبع يوهان جوتنبرغ أول كتاب في القرن الخامس عشر الميلادي السؤال الثاني يقول ما أبرز ما يميز الشبكة العنكبوتية الإجابة أبرز ما يميز الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية تفاعلها الثنائي هذه هي الإجابة السؤال الثالث كم كتابا يوفره موقع مكتبة الكونجرس الأمريكي على الإنترنت الإجابة موقع مكتبة الكونجرس يوفر خمسة وعشرين مليون كتاب يبقى يوفر خمسة وعشرين مليون كتاب قد يأتيني سؤال آخر يقول اشترك مع من بجوارك في استنباط الدليل على أن الإزدياد من المعلومات لا ينفع صاحبه ما لم يصاحبه العمل والتطبيق لأننا قلنا في النص أن كثرة المعلومات وحفظها دون معرفتها وتطبيقها كالبغبغاء فيقول لي الإزدياد من المعلومة لا ينفع صاحبه ما لم يصاحبه العمل والتطبيق اشترك مع من بجواري في استنباط ذلك والدليل عليه من الايه من النص اقوله الكثير من الصحابة اذا حفظ آية بادر إلى تطبيقها وذكرنا مثالا بالشيخان بالشيخين البخاري ومسلم عندما كان يجمعان الأحاديث وقد يضطر إلى السفر لشهر أو شهرين بحثا عن حديث واحد اذا هذه هي أهم الأسئلة التي قد تأتي عن نص الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر